موسيقى الباحث جمال عمر باحث مصري يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية له العديد من المقالات والدراسات في نقد الفكر الحداثي والتراثي وأيضا نقد النقد فيما تعلق بالتراث والحداثة النهاردة بنناقش أحدث كتاباته جذورنا المعرفية للعنف برحب حضرتك أستاذ جمال ونورت القاهرة أهلا بيك وشكرا على الدعوة بداية في سؤال مضلي فيما يتعلق بأفكار حضرتك هل أو كيف أثرت إقامتك في الولايات المتحدة الأمريكية على رؤيتك للفكر العربي والإسلام أولا شكرا جزيلا على الدعوة مرة ثانية وشكرا على الجهود التي تقدموها بالنسبة للثقافة العربية الخطاب العربي الحديث في مرحلة الحداثة أو التحديث التي نمر بها بأننا قارنين أوروبا يعني بيبقى مشدود ما بين جانبين الموقف من التراث والموقف من الآخر الأوروبي بشكل تحديدا ويضاف إليه الولايات المتحدة في النصف قرن الأخير يعني فالتجازب ما بين الطرفين هم اللي بيشكلوا الفكر العربي فالموقف من الآخر موجود طول الوقت في ثقافتنا فتقدر تقولي أن جزء من الموضوع كيف نرى هذا الغرب كما هو لا كما صوره لنا المفكرين والكتاب والأدباء العرب والمصريين لأنها كانت في الغالب بتبقى كتابات الزائر سواء كان طالب زهب إلى أوروبا أو إلى الغرب عموما للدراسة أو ضيف فكيف ننتقل من نظرة الزائر الضيف اللي هي نظرة كويسة ومهمة وحيوية لكن أحيانا بتبقى محتاجة شيء من العمق فلا شك أنا بتصور أنه اللي قامت طويلة في الغرب عمقت بعض من المفاهيم اللي كانت موجودة قبل كده وغيرت بعض من هذه المفاهيم لأنه لما نتكلم على الغرب نحن نتكلم على ملاية واسعة جدا 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 فالغرب هتلاقي فيه فيه الغرب الاستعماري وفيه الغرب الحضاري وفيه الغرب العنصري وفيه 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 فبدأتي تتكلمي عن مجموعات من البشر وليس حاجة واحدة نفس الشيء في نظرة الآخرين لنا لأنه برضو بيحصل صورة نمطية عن الشرق أو الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي أو البلاد العربية بيحصل نوع برضو من النظرة اللي بتبتصر وتختصر الإنسان فتلخيصا للكلام أصبحت النظرة فيها شيء من العمق أكتر والاتساع والرحابة والتواصل مع الجانب الإنساني ربما هذه تجربة حضرتك لكن احنا برضو بنتكلم على مستوى أنه فيه أجيال يعني احنا عندنا الجيل الثالث والرابع دلوقتي فيه من العرب والمصريين المقيمين في أوروبا إلا أن هناك غياب للمشروعات الفكرية يعني أعتقد أن المشروعات الفكرية مش موجودة يعني ما عندنا دلوقتي مشروع فكري لا تراثي ولا حداثي بالنسبة للناس المقيمين هناك يعني هو فيه يعني لو كلمنا تحديدا على أمريكا أمريكا بلد مهاجرين بشكل تحديدي الهجرات الكبيرة اللي حصلت في أمريكا سواء في القرن 19 هجرات الأيرلنديين أو في نهاية القرن 19 وبدأت القرن 20 هجرات الطاليان وهجرات اليهود شرء وأوروبا وغيرهم تبقى الهجرات الجماعية الهجرات العربية كتهجرات فردية الهجرات الجماعية بيبقى فيه أماكن كاملة واسعة بتتشكل بإيه يعني ممكن هتلاقي في منهات مثلا Little Italy اللي هي معقل التجمع أو الوصول الإيطاليان هناك فهد بصلي تجمعهم الكبير ده صبغ الثقافة بيجزاء من الثقافة الإيطالية هجرات العربية الغالب بيستثناء الشوام في نهاية القرن 19 وبدأت القرن 20 هي هجرات فردية فبياخد وقت على ما الأجيال دي تقدر تكون هوية وده ممكن يجبني على الكتاب بتاع جزرنا المعرفية للعنف لأن الكتاب يتناول جزئية خاصة بهذا الموضوع أن يدرقتي بقى فيه في أوروبا وفي شمال أمريكا إحنا بنتكلم على 25 مليون من السكان اللي هم أصولهم تعود إلى أصول من بلاد إسلامية لو أنا التقيت بحد من أندونيسيا وهو ما بتكلمش عربي وأنا ما بتكلمش بحاثة مش هندر إيه نفهم بعض لكن تواجدهم في بلد زي أمريكا أصبحت الإنجليزية لغة تواصل الجزئية الثانية الجيل الجديد اللي تولد هناك المجتمع الأمريكي بيردوا لجدره مرة أخرى يعني أنت أمريكي أمريكي إيه بقى؟ لأن في إيطاليا أمريكا وجيرمان أمريكا وفي جريكا أمريكا فهنا بدأت تكون هوية يتم اختصار هويته فيكونه مسلم وده نوع من الخطر لأنه هو بتقطع سلطه ببلاد أبوه وأمه اللي هم قاتوا من هناك لأنه بتكلم فأصبح الآن الجيل الجديد من الخلفيتهم مسلمين يعرفوا نفسهم على أنهم مسلمين فقط حضرتك بتطرح قضية جغرافية لأنك حضرتك تطرح التاريخ لا تاريخية الفكر العربي والإسلامي أيضا لا جغرافية نعم بالنسبة لهم يعني عدمية في الجغرافيا وفي التاريخ بتعمل إشكالية بقى أن هنا بنبدأ نكون مجموعة من القضايا تبقى هي اللي بتجسد الإسلامية إيه بقى القضايا اللي ممكن تجمع المسلمين جميعا فهنا هنعمل قضايا عابرة للجغرافيا زي ما حضرتك أشرت وده بيبقى نوع من الخطر لأن دية إشكالية وإن كانت لها شكل مختلف شوية ظهرت مع اليهود برضو في هجراتهم إلى أمريكا يعني اليهود اللي هاجروا إلى أمريكا كانوا بيقوا من خلفيات مختلفة فممكن آه الأب بيبالوه صلة اللي هو كان له صلة بروسيا مثلا وهاجر من هناك لكن اللي تولدوا بقى الجيل الجديد فأصبحت هويتهم هم إيه؟ اليهودية فقط ولذلك أصبحت قضاياهم قضية متعدية للجغرافيا فتبقى قضية زي إسرائيل والصهيونية مساندة المعادات السامية أأسف هي الحاجة الإيه؟ الأساسية لكن إيه بقى المكون الأوسع من كده؟ الأسف أنا شايف أنه تجمعات المسلمين في أوروبا وفي أمريكا قد وبحط شرط تحتها ببعد برضو يعني قد تصل إلى هذا النوع لذلك الأمر محتاج إلى عملية تفاعل ما بين البلاد العربية والبلاد الإسلامية والبلاد اللي جات منها هذه المجموعات وبين تلك التجمعات لأنه ممكن تتحول إلى قضايا عمف في المستقبل يعني عمف ليس فقط بين اليهود والمسلمين وإنما أيضا المسيحية يعني الأديان الثلاثة هناك إشكاليات كبيرة فيما تعلق بهذه الأفكار لكن يعني أنا عايزة أطرح موضوع آخر حضرتك قدمته في كتاب جدورنا المعرفية للعنف وهو وسائل الاتصال الاجتماعي وطرح الفكر العربي والإسلامي سواء تراثي أو حداثي عبر هذه القنوات يعني هذه القنوات تفاعلية وحضرتك لك أكثر من فيديو وتفاعلات على صفحات التواصل هل أثرت بالفعل في الفكر العربي والإسلامي وهل فتحت مساحة للحوار وفي إشكالية بالنسبة للفكر العربي بشكل عام إن إحنا بنفكر بأليات السياسة لا بأليات الفكر بمعنى إن الاتنين اللي بتحاولوا مع بعض بيحاول كل واحد منهم أن يصدر حكماً على الآخر بمعنى أنا متسامح معك حتى أضعك في إطار وبييجي الموضوع بقى إنه هل أنت من جماعتنا أو من الجماعة الآخرين فلو كنت من جماعتنا يبقى كلامك كله هيبقى مصدق ولو كنت من جماعة الآخرين يبقى كلامك كله غير مصدق حتى لو كان صادق لأنك ممكن بتخدعينه وأنا بشوف إن ده هو الممارسة المعاصرة للممارسة التراثية اللي هي بتاعت سلسلة السند اللي هي الثقة في ناقل الرواية لكي نأخذ منه الرواية طب دي مشكلتها إيه بقى؟ مشكلتها إن ما بنتحورش مع بعض لا نرى بعضنا البعض بس حضرتك ده في كل الثقافات إن الوسائل للتصال الاجتماعي عنيفة في تعاملاتها في كل الثقافات وكل الأديان وتحذبات يعني وكأنها سمة العصر وليس فقط سمة خاصة بالعرب والمسلمين لا مش خاصة بهم ولا حاجة بس يعني إيه المفروض إن هذه الوسائل تكون وسائل تواصلنا مع بعض ولا يحدث التواصل وده بيجبني للنقطة الأساسية التانية وهي إنه إزاي يبقى هناك قواعد للتواصل أن لا يصدر بعضنا الحكم على بعض ولكن نحاول أن نفهم بعضنا البعض ولكن هل وسائل التصال الاجتماعي تسمح بذلك؟ يعني تسمح بالفهم وتبادل الأفكار والأخذ والتغذية الاسترجاعية والجدل؟ هل بالفعل يمكن أن تسمح بالجدل؟ وهذه نقطة حضرتك أثرتها بأن الفكر العربي والإسلامي ليس جدليا بمعنى أن الحيوية الجدل في خلق الأفكار وتطورها؟ في تجربة يعني أنا عملتها بقالها سنتين وشوية على الإنترنت بعمل جروب على فيسبوك كان بيحصل نفس هذا اللي أنت بتدعي عليه لأنه بيحصل صراعات طول الوقت صراع ما بين العلمانيين والمتدينين والملحدين والمؤمنين وهكذا لكن بمرور الوقت أصبحت هناك قواعد للحوار فوسائل التواصل الاجتماعي طبعا هي الأرجوريزم لها فلسفة وراها أنه هو بيبقى العملية كر وفر لكن هي أيضا ممكنات إحنا ممكن نستخدمها لو حبينا الإنسان له فاعلية وسلاحزوا حدين يمكن نستخدامه بأي طريقة طبعا ولذلك إرادتنا وقدرتنا وعندنا في إيدينا وسائل ممكن نحاول نعمل ده يعني ممكن أن تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتنابز وفي نفس الوقت ممكن تبقى ساحات ليه لكن برضو نقطة مهمة جدا لأنها لن تكون بديلا عن الحوار داخل المجتمع يعني القضايا الكبرى داخل المجتمعات تثار داخل مؤسسات في المجتمع من أول الجامعة للإعلام للصحافة وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى هذه الوسائل لكن لا يمكن أن نعتمد عليها أن نكون الوسيلة الوحيدة للتواصل ما بين البشر لكن في ثقافيتنا برضو محتاجين جزء من الوعي النقدي والتفكير النقدي للتعامل مع الأمور الأمور بالنسبة لنا تبقى حرب قبائل وده اللي بيخلي قصص التواصل مش موجودة الحقيقة أن جذرنا المعرفية للعنف فيها دراسة لإشكاليات الصراع والجزء المبهج في هذه الدراسة أن معظمها إصطناعي وليس حقيقي ناتج من فرض أفكار وسياسات وعمليات تاريخية نحن في ختام هذا الحوار بشكر الباحث جمال عمر نورتنا أستاذ جمال وألف شكر الحضرتك شكرا لك على الدعوة شهدين الكرام بعد الفاصل نعود إليكم مرة أخرى وتقوص الإبداع اشتركوا في القناة